السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو رقم اثنين الذي لم نصل الى الكلام الذي كنا فيه نرجع الى المسجد المملكة السعودية نريد تحقيق من جديد الجالية المغربية تريد تحقيق من جديد ان كنت خونكت في هذه القضية المسجد السعودية لست مع السعودية ولست مع المركز الاسلامي ولست مع الحق ومع الحقيقة نتكلم على قضية عبد القادر بالعرج عبد القادر بالعرج لقد قتل المسؤول على المكتبة المسجد المسجد المملكة السعودية لماذا عبد القادر قتل المسؤول على المكتبة المسجد السعودية قتل قتله هذه 20 سنة وصف معه وذهب من أرسله عبد القادر بالعرج والصحافة المغربية لا تتكلم على هذه القضية والصحافة الأوروبية لم تتكلم على هذه القضية لأن تصفية المسؤول على المكتبة بتاع المسجد المملكة السعودية هو من أصل تونسي ومن أصل تونسي قتل بالرصاص وعبد القادر بالعرج قتل أكثر من سبعة أشخاص المغرب قال سبعة ولكن قتل أكثر من سبعة وبالعرج له علاقة مع إبراهيم ليتوس وإبراهيم ليتوس هو المسؤول على المنزل بتاع بالعرج وهو المسؤول على المشاكل بتاع بالعرج برجكا والبيوت وكل شيء وسبق لبراهيم ليتوس أن يذهب لزيارة عبد القادر بالعرج في المغرب ما يربط مع ما يربط هذا السيد براهيم ليتوس أي علاقة له مع بالعرج أي علاقة له ليتكلف بالمسارع بتاع بالعرج وأي علاقة لبراهيم ليتوس أن يذهب لزيارة بالعرج في بلجيكا في المغرب مع المحامي بتاع بالعرج ومن بعد نرى بأن عملية قتل وعشرين سنة عملية فبركة ميلف قرأنا الجرائد وهذا تحليلي السياسي ومن حقي أن أحلل تحليلي ومن حقي أن أقول تحليلي قتل المسؤول على المكتبة بمسجد المملكة السعودية بعد عشرين سنة قالوا بأن الإمام إرهابي وسلفي ووهابي والوهابيين موجودين في المغرب والسعودية لا علاقة كبيرة بالمغرب ويوجد في المغرب قصور وفيلات بسخيرات واتمارة وبسكورة للسعوديين ويوجد قصر كبير بسكورة لسلمان ولهم علاقة كبيرة والجنرال خلفان يسكن ما بين الصخيرات واتمارة لمدة سنوات كبيرة إذن كانت علاقة كبيرة ما بين السعودية والمغرب ونرى في أوروبا اختلاف ما بين السعودية والمغرب هل هذه أخبار مفبركة وسياسة مخدومة ضد الجالية المغربية وضد المسلمين الذين يوجدون ببلجيكا لأنه لازم لواحد يخدم العقل دياله ويدير تحليل دياله قتل مسؤول على المكتبة هذه عشرين سنة بمسجد سعودية من بعد ملف بتاع الإرهاب ضد مسجد سعودية لا نقول بأنه حقيقي أم ليس حقيقي ليس أنا للحق ولكن تحليلي التحليلي يبدأ من بالعرج قتل المسؤول على المكتبة وبالعرج له علاقة مع برايم ليتوس وبرايم ليتوس يزور برايم عبد قادر بالعرج في المغرب مع محامي ومن بعد يخرج صلاح الشلاوي بملف ضد مسجد سعودية ومن بعد نرى بأن المسجد أخذه الشلاوي وأخذه خليد بن حدو الذي سرق أموال الضرائب والله بدحك بدحك هذا فيلم فيلم بتاع الرسوم المتحركة فيلم بتاع الرسوم المتحركة مصنوع في هولو يوض والديزني ديسا آنيمي ديسا آنيمي قتل بيبليو تاكير هذه عشرين سنة الإمام بتاع المسجد إرهابي في قضية الضربة الإرهابية ببلديكا لست مسؤول عنها ولا أقول بأن ليس حقيقية والإمام طرد والمسجد سحب من السعودية والذي أعطى المعلومات هو الشلاوي وأخذه الشلاوي والشلاوي يأتي بخليد بن حدو ليكون إمام وخليد بن حدو سرق أموال درائب ولم يذهب إلى الإرهابيين بال المساجن المساجن البلديكية وزور فواتير أين عمن الدولة أين وزير العدل ليحقق في هذه القضية الذي أقول أنا لست بمو خبرات لست ليس قسم استخباراتي ليس لي جواسيس ولكن أعرف ما يجرى من الأسبوع الصغير إلى الأسبوع الكبير أموال 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 عبدالقادر بالعرج التي تأغطي تشد لأنها تبرو لأماروك في المغرب وعند التحقيق في المغرب نتقابع أنه قتل سبعة أشخاص قتل مسؤول على المكتبة في المسجد السعودية وقتل طبيب وقتل رهبان غبان جويف وقتل وقتل وكان يهجم على الناس الذي يسرقون الأبناك ويدهب إلى البيوت ويأخذ أموال من يعطي إلى بالعرج المعلومات بأن البنك سرق من يعطي معلومات عندما سرق بنك بليكسونبورغ وسرقه صديقه وذهب عند صديقه وقتل صديقه في المنزل وأخذ الأموال من أعطي بالعرج المعلومات ومن أعطي بالعرج الوقت والساعة والذهاب إلى البيت وقتل السيد الذي سرق الأموال وبالعرج أخذ الأموال ومع من قسم الأموال بالعرج هذه قضية جاءت من المسجد السعودية إلى بالعرج إلى الشلوي وهذا تحقيق تحقيق لازم الاستخبارات إذا تريد أن تقول الحق في هذه القضية إنها قضية دي الفيلم هولويد مصنوعة وبدأنا في فيلم أخيرا الشلوي جسوس والشلوي معه ثلاثة وثلاثة ذهبوا إلى المحكمة وبعد المحكمة حكمت هذه ومن بعد المسؤول في المركز الإسلامي وهو نور الدين السماعيلي ومن هو نور الدين السماعيلي؟ الصديق الحميم للشلوي لماذا أمن الدولة لم تفكر بأن نور الدين السماعيلي سيعتى جميع المعلومات إلى الشلوي؟ هل هذه المعلومات التي أقول لكم هل يسمعها طفل صغير ويبدأ يضحك؟ أم هذه استخبارات من أين تأتي؟ أم هذه المعلومات التي تبت على التجسس في فرنسا، وتبت على التجسس في إسبانيا، وتبت على التجسس في بلجيكا، والمغرب صديق حميم للسعودية، ولهم علاقات كبيرة، وبلجيكا لها علاقة كبيرة مع السعودية، من؟ كيف يستغل هذه الجريمة؟ من يستغل الجريمة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر